إزاي نتغلب على الأكل العاطفي وحلوله طبعا إحنا بنسميه يعني أنا تخصصي تخصص الإدمان فإحنا بنسميه إدمان الأكل عشان نفهمك يعني ده العرب من بره إنما هو المشكلة بنسميه ده إدمان الأكل هو يعني إدمان هو بحث عن المتعة أو الهروب من الواقع أو البحث عن الراحة باستخدام سلوك إدماني أو باستخدام مخدرات حلو هنا بقى الناس اللي بيبقى عندهم مشكلة في الإدمان بيبقى عندهم تقلبات مزاجية بيبقى حاسين إنهما مش مبسوطين حاسين بعد مردة إحساس ده بيبقى مزمن فهو بيحاول يتغلب على هذا الإحساس عن طريق إنه هو يأكل أو يمارس الجنس أو يدور على المخدرات أو يشرب كحول حسب بقى مجينات وحسب البيئة اللي حواليه بتسهله إيه؟ طبعاً أسهل الإدمان هو إدمان الأكل حلو؟ طيب نفترض أنا عندي موضوع تقلبات مزاجة أو عندي إحساس بالقرف اللي أنت بتقول عليه ده وهسميه إدمان ماشي ودائماً الإدمان بتاعه بيجي في الأكل وبعاني من السمنة والكلام ده هعمل إيه؟ بصت أنا عمل أربع حلقات عن علاج الإدمان اسمعهم ده رقم واحد اللي هو العلاج المعرفي السلوك للإدمان اسمع الأربع حلقات ده وعمل حلقة معه الأستاذ أحمد سعد اسمعها وعمل حلقة معه قناة تلفزيونية مع واحدة اسمها جينا اسمعها ده كله هيعرفك يعني إدمان فانت بتاع عارف حلول وطرق صحيح مش هبقى مركز على الأكل ساعتها بس زي ما قلتلك احنا نفس الميكانيزم طيب قولي حلول دلوقتي يعني سريع طبعاً ده محتاجة نقرأ الكلام ده بس حلول سريع إيه؟ رقم واحد يعني أنت عندك مشكلة مع الأكل ما تشتريش روح تشتري أكل في كربوهايدرات عالية أو دهون عالية يعني تشتري أكل في أكل ضار يعني شوكولاتات بقى وبيزات ومعرفش إيه وطرطة وكيكة وبتاعه وحطتهم في البيت ما أنت ضعيف قدام الحاجات دي فرقم واحد أشتري التريجرز دي ما دخلهاش البيت ونزود في البيت الحاجات اللي هي بتسد النفس زي الخضار الكتير والبروتين الكتير دي من الحاجات اللي بتقلل مش هتخد دخلك في السايكل المشكلة لما بناكل حتة شوكولاتة واحدة الواحدة بتبقى عشر صح كده؟ ولما بناكل رغيف عيش رغيف بقى رغيفين وتلاتة وما بضرب حلة المكارونا بضرب بمعلقة المعلقة بتبقى المكارونا كلها فأنا أعمل إيه؟ أقل لو طبخت طبخت مكارونا تبقى حتة زيارة لو روحت اشتريت عيش ما اشتريش كتير أشتري بحاجة تقضيني الأسبوع كلها كل يوم مثلا رغيف واحد وقسمه فده اسمها رقم اتنين إن أنا أكتب إيه هو أضرار الأكل علي عشان المخ يبقى فاهم ما تفهم تسمع حلقات هتفهم إن المخ بيحصل فيه بيبقى فاكر إن انت ما تاكل كتير ده حسب العلم النفس التطوري إن ده بيحميك من الفناء لأن زمان كان كده انت ما تلاقي أكل لازم تاكله كله ففي ناس المخ بتاعها لسه مش فاهم إن الأكل دلوقتي بقى مضر أكتر من الحماية من الفناء فإنت لازم تكتب الأضرار الأكل خلي شكلي مش حلو بطني بتوجعني بعدها ضغطي عالي السكر عالي المفاصل بتتعبني بحس مزاجي على فكرة يا جماعة الأكل الغير صحي بيبوز المزاج تلقوا سمعتني كنت عامل حلقة من يومين اسمها في حضرة مريض وكنت بكلام على مريض فصام اتحسن تماماً ومن أسباب تحسنه كان الرياضة وإن هو الأكل نزبط أكله خالص خضار سبعين في المية من أكله خضار الكرباهيدريت والإنستنت الشجر ده اللي هو منعه تماماً مش موجود أصلاً مش موجود إحنا قلنا إيه هنريموف التريجر قلنا نكتب إيه أضرار الأكل علينا أخش مجموعات اللي عندها يعني المجموعات العلاجية للأكل في موجودة هنا كتير مش عارف في مصر هيبقى موجودة أظنها تبقى موجودة لأن في تعرفين المجموعات اللي هي علاج الإدمان المخدرات علاج إدمان الكحول فيه على فكرة في مجموعات في مصر اكتشفتها لو أنت كتبت إيجيبت أو دي مجموعات الناس المدمنة للعلاقات وفي إدمان للعلاقات أو الاعتمادية في العلاقات بقى لها مجموعات دلوقتي وموجودة في مصر بعملها أونلاين هتلاقي برضو في مجموعات علاجية للناس اللي بتحاول تخس ولو أنت مثلا هتستخدم كيتو دايت هتلاقي في جروب على الفيسبوك اسمه كيتو دايت هتلاقي الناس بقى بتكلم بتعمل إيه عشان تقلل الأكل والأكل العطفي ده والكلام ده طبعا أنت تستخدم دايت وتستخدم الأبس طبعا كيتو دايت ممكن نستخدمه بس ما بنصحش إنه هو بنستخدمه فترة طويلة دا فترة صغيرة بس لازم يعني دراسات كلان بين الفترة طويلة بتضر ولازم باخد ملتي فيتامينز ولازم أزود الفايبرز معاه يعني أجيب فايبرز ميتاميوسيل ولا أجيب حاجات من دي ولو أنا عندي بقى سكر مثلا أو عندي أمراض سيجرز أو عندي أي مشاكل يعني أسأل اتكلم مع الدكتور الأول قبل ما أبدأ كيتو دايت تمام بفرد أنا هلسي وكويس كيتو دايت كتمبراري يعني كفترة مؤقتة ما فيوش مشكلة بس لازم أزود الماء كتير أخذ ملتي فيتامينز اللي هي بأخذ فيتامينات اللي هي ملتي فيتامينز يعني فيتامينات اللي فيها كل الفيتامينز يعني وزود الفايبر والماء طيب اشتركوا في القناة